هنروح للريشة طائرة اللي حقيقة بيعملوا إعداد كويس وشغل كويس واتحادهم شغال بأمانة بصراحة يعني احنا زي ما نقول لي السليبيات بلقول لي إيجابيات منتخب الوطن للريشة أو منتخبنا الوطن للريشة الطائرة بيشارك دلوقتي في بطولة العالم للفرق واللي بتتلاقي في فنلندا في الفترة من 26 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المنتخب بيضم بصفوف 6 لعبين هم مين أحمد صلاح أدهم حتم الجمال محمد مصطفى كامل ضحى هاني جانا أشرف نور أحمد يسري المنتخب وقع في المجموعة الثالثة مجموعة قوية اليابان ماليزيا أنجلترا المنتخب يدربوا كابتن مصطفى كامل وبترأس البعثة كابتن أحمد شعبان عضو مجلس دارة الاتحاد أنا عايز أقول برضو أن الريشة الطائرة بشاركة الأولى في تاريخهم في بطولة العالم فطبعا واحدة واحدة على الفريق بس اللي عاجبني نبتدي نبتدي وطموحاتنا تعلق لو كان معنا طبعا رئيس الاتحاد فترة من الفترات في المداخلة الراجل طموحاته عايز 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 يبني فريق نساعده ونقف جنبه وندعمه كإعلام طالما النية أن أنت تحط مصر قدام كلنا هتلاقينا وراك كلنا هتلاقينا وراك لأن اسمه مصر يستحقه احنا بالك جمدة جدا احنا بالك جمدة وعندنا كوادر 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 كبيرة عندنا احنا دولة في الرياضة قوية جدا وعندنا تاريخنا يقول كده محتاجين بس شوية شوية شغل كده والدنيا هتبقى تمام إن شاء الله في الرياضة ونرجع لسابق عهدنا دي كانت أخبارنا المحلية